عايز اخدك لسيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اهلا 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 وسهلا يا استاذ يوسف ازاي حضرتك عامل ايه اهلا بيك وباستاذ المشاهدين ايه الفرحة اللي احنا فيها النهاردة دي كده اللجنة مبسوطة الفرحة طبعا احنا مبسوطين وكل الشعب المصري مبسوط وكل العاملين في الدولة مبسوطين يعني استاذ يوسف انا عايز اقول له حضرتك ان قرارات السيد رئيس عفتitis دائما ما تأتي في الوقت المناسب دائما استاذ الرئيس يعني بيتدخل الوقوف في صفوف المواطنين في الوقت المناسب هذه القرارات بتؤكد على التفاعل الدائم بين استاذ الرئيس وبين الشعب وشعوره الدائم يعني بصعوبة الوضاع الحال اللي تواجهها المواطنين استاذ الرئيس استاذ يوسف تحدث في منتبات عديدة عن الصعوبات الاقتصادية الصعوبات المعاشية توجه الشكر أكتر من مرة للشعب المصري وصفه بالشعب المصري العظيم شكره على تضحياته على صبره على إخلاصه لدولته على طموده أمام كل التحديات النادي عن الظروف والأحداث العالمية إحنا وجهنا أزمة فيروس كورونا ارتفاع كبير في معادلات التضخم العالمية حرب الروسية الأوكرانية الأوضاع في غزة الأوضاع الغير مستقرة في جميع الدول المجورة والحدود على الدولة المصرية والأحداث الإقليمية والعالمية يعني هذه القرارات لا تخلو من اهتمام السيد الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم ما قدمه اليوم السيد الرئيس من حزمة القرارات يعني أنا ممكن أطلق عليها أنها حزمة قرارات تاريخية وعلى فكرة يا أستاذ يوسف دي سادس حزمة سادس حزمة قرارات اجتماعية تقدم للعمليين والشعب المصري خلال عامين يعني كما تحدث السيد وكيل وزارة المالية السيد الرئيس القومية للمعاشات هذه الحزمة تمثل تكلف الدولة 180 مليار جنيه ولا ننسى أنها كانت هناك حزمة في شهر أكتوبر الماضي كلفت الدولة حوالي 80 مليار جنيه يعني احنا لسه من شهور كنا بنتكلم في حزمة قرارات حماية 80 مليار جنيه و180 مليار جنيه يعني بنتكلم في 260 مليار ما يخص موزنة العام المالي الحالي من الحزمة الجديدة حوالي 40 مليار 40 مليار و80 مليار في شهر أكتوبر يعني احنا بنتحدث في تكلفة 120 مليار خلال العام المالي الحالي الحكومة المصرية السيوسف حاليا يعني كان فيه تواصل بينما بين السيد وزير المالية اليوم وأكد لنا أننا هم يعني عدوا بالفعل وشغالين في تعديل ثلاثة قوانين قانون العلوات الاستثنائية في المرتبات قانون زيادة المعاشات قانون زيادة الحد لعفاء الضريبي وعد السيد وزير المالية أنه يعني يسرع وبعرض هذه التعديلات على مجلس الوزراء اللي حالتها أو تخدمها لمجلس الشعب في مجلس النواب في أقرب وقت لو تم تخدمها في جلسات الأسبوع القادم سيتم حالتها لجنة الخطة والموازنة ولجنة القوى العاملة هل الحكومة هتلحق تبعاتها للمجلس يعني اللي اجتماعاتها تبدأ يوم الحد إن شاء الله وإحنا نهاردة بنتكلم أربع هل تعتقد أن الحكومة هتلحق تبعاتها يعني كان فيه تواصل منذ ساعات بينما بين السيد وزير المالية وأكد حرصه على أن يعني هيعرضها على مجلس الوزراء قد يستطيع أن يعرضها غدا ويأخذ موافقة مجلس الوزراء عليها ويقدمها للمجلس لو تم تخدمها للمجلس سيتم منقشتها فورا الأسبوع القادم في لجنة الخطة والموازنة وعرضها على الجلسة العامة توجهات السيد الرئيسي والسيد يوسف أن هذه الحكومة يتم تطبيقها من أول مارس يعني بمجرد أن يتم حالة المجلس النواب سيتم منقشتها في اللجنة وعرضها واعتمادها لتطبق من أول مارس أنا عايز أكد على بعض النقاط يا أستاذ يوسف الزيادات سوف تسري على كافة الدرجات الوظيفية تسري على كافة الدرجات الوظيفية في كل الجهات يا أستاذ مصطفى يعني مثلاً الهيئات الاقتصادية فيه نلاقي النساعات بعضها بيطبق الزيادة وبعضها لا يطبق الزيادة وده برضو يبقى السؤال مهم إن إحنا بنتساءل لماذا في بعض الهيئات لا تطبق بعض من هذه الزيادات إحنا عندنا أستاذ يوسف في المجلس القومي للأجور المجلس القومي للأجور عليه يعني أن يقوم بدوره لمتابعة تطبيق هذه الزيادات في كافة الشركات في كافة القطاعات سواء كانت هيئات قطاع عام أو شركات أو حتى القطاع الخاص يعني أنا بطالب القطاع الخاص في مصر أستاذ يوسف هو قطاع خاص وطني يعني القطاع الخاص في مصر قطاع وطني قطاع بيتميز دائماً بإنحاذه للدولة وإنحاذه للمواطن أن يتم تطبيق هذه الزيادة أيضا على العاملين في القطاع الخاص ويعني بطلب من المجلس القوم للأجور أن يتابع ذلك سواء كان في الشركات القطاع العام أو في القطاع الخاص. أريد أن أكد أيضا يا سيد يوسف أن هذه الزيادات ستطبق على جميع العاملين في الدولة وفي نقطة مهمة جدا أنا أريد أن أشير إليها فيما تعلق بالزيادات الخاصة بأعضاء هي التدريس بالمهن الطبية بالمعلمين أن هذه الزيادات بالإضافة إلى الزيادات الطبيعية المتعلقة بالعلوات بالزيادة الحد الأدنى للأجور يعني سيتم هذه الزيادات إضافية بالإضافة للزيادات الطبيعية للعملين في الدولة لأن توجه الدولة حاليا هو الاهتمام بالتعليم الصحة. يعني فيه توجه كبير توجهات من السيد الرئيس لحرص الحكومة المصرية على الاهتمام بالتعليم الصحة. موازنة العام المالي القادم أنا أعتقد وحضرتك زمينا في مجلس النواب أعتقد أنها سيطلق عليها موازنة التعليم الصحة لأنها هيكون أكبر اهتمام فيها بالتعليم الصحة صحيح أنا أشكرك جدا 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 سادة النائب كل شكر لك سادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري